السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الخامس الخاص بالإندكتر ونبدأ مع الجزء الثالث وهو التعرف على قيمة الباور وقيمة الإنرجي داخل الإندكتر إذن الباور داخل الإندكتر نعرف بصفة عامة أن الباور هي قيمة الجهد ضارب قيمة التيار الكهربائي إذن إذا أخذنا Passive Sign Convention يعني أن التيار الكهربائي يدخل من القطب الموجب فتكون الباور هي الجهد ضارب التيار الكهربائي هذا الإندكتر والذي من وظيفته هي تخزين الإنرجي في الحقل المغناطيسي إذن الباور التي تخزن داخل الإندكتر تكتب على حالتين وذلك بحسب القانون المتبع يعني عندي الباور بصفة عامة قلنا هي الجهد ضارب طيار فهنا لو أترك التيار الكهربائي ثابت أعوذ الفي بالقانون الأول الذي رأيناه وهو أن الجهد داخل الإندكتر يساوي قيمة الإندكتر ضارب اشتخاق التيار الكهربائي وأتحصل إذن على هذا القانون الأول للباور القانون الثاني يكون العكس يعني أترك الجهد ثابت وأغير الآي قيمة التيار الكهربائي بالتكامل وأتحصل إذن على الطريقة الثانية استخراج الباور داخل الإندكتر والتي تقاس بالوات أما الإنرجي المخزنة داخل هذا الإندكتر فهي تستخرج عن طريق الباور إذن الباور تساوي اشتقاق الإنرجي وهذه قيمة الباور التي رأيناها في السلايد السابق إذن مباشرة أخرج الإنرجي لتكون الإنرجي داخل الإندكتر هي نصف قيمة الإندكتنس ضارب التيار الكهربائي تربيع وهذه الإنرجي تقاس إذن بالجول كمثال تطبيقي للباور والإنرجي عندي مثلا إندكتر قيمة الإندكتنس سفر واحد أنري هذه قيمة الطيار الكهربائي المطلوب مني استخراج قيمة الجهد وقيمة الإنرجي في هذا الإندكتر بما أنه عندي إذن قيمة الإندكتنس مطلوب مني إذن استخراج قيمة الجهد في هذا الإندكتنس هذا إذن الجهد قطب موجب قطب سالب وهذا الطيار قيمة الجهد في هذا الإندكتنس يساوي هي إذن بالقانون مباشرة قيمة الإندكتنس وهي سفر واحد أنري ضرب اشتقاق التيار الكهربائي وهو معطى لي فأقوم بالاشتقاق ثم أضرب في قيمة الإندكتنس لأتحصل على قيمة الجهد الآن كيف أتحصل على قيمة الإنرجي في الإندكتر إذن أطبق مباشرة قانون الإندكتنس والتي تقاس بالجول إذن نصف قيمة الإل آي تربيع إذن عندي قيمة الإ تكون تربيع لأتحصل إذن على قيمة الإنرجي مثال أخير لمزيد فهم الباور والإنرجي في الإندكتر إذن الآن عندي قيمة الجهد مطلوب مني استخراج قيمة التيار الكهربائي داخل هذا الإندكتر وكذلك استخراج قيمة الإنرجي ننتبه هنا بين الزمنين بين الصفر وخمسة ثانية إذن لاستخراج قيمة التيار الكهربائي مع علمنا بقيمة الجهد إذن أطبق مباشرة قانون التيار الكهربائي في الإندكتر مع علمي كذلك بقيمة الإل إذن أطبق هذا القانون إذن هو واحد على L قيمة الإندكتر تكامل لماذا لقيمة الجهد بين زمانين بين الصفر وT هذه قيمة التيار الكهربائي في المطلق في المطلق يعني في الزمن T مع أخذنا لهذه الكانستن تساوي الصفر الباور هو تطبيق مباشر للقانون عندي إذن الجهد عندي قيمة التيار الكهربائي إذن LV ضرب I تعطيني الباور أما الإنرجي فهو التكامل للباور بين زمنين بين الصفر وخمسة ثانية فأقوم بالتكامل بين زمنين للباور وطبق إذن القانون لتكون هذه قيمة الإنرجي المخزنة داخل الإندكتر بين الصفر وخمسة ثانية ترجمة نانسي قنقر